بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بكرة إن شاء الله كمان ساعات يعني منتخبنا الوطني الأولمبي يواجه المنتخب الغيني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة منتخبنا الأولمبي يفوز بهذه المباراة يتأهل رسميا إلى أولمبيات باريس 2024 ويتأهل بالتبعية إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة إنتوا عارفين وبذكر دايما إنه فيه 3 بطاقات مباشرة إلى أولمبيات باريس فوزنا بكرة إن شاء الله يضمن البطاقة رسميا لقدر الله لقدر الله وبإذن الله دي دي مستبعدة خسرنا هيبقى عندنا مباراة الثالث والرابع ولسه عندنا فرصة نأخذ البطاقة الثالث لقدر الله لقدر الله خسرنا الثالث والرابع لسه عندنا فرصة إن إحنا نلاعب الرابع أسيا في ملحق على البطاقة الرابعة للقارة الأفريقية في كل الأحوال إن شاء الله إحنا في أولمبيات باريس بكرة نكسب ونكسب النهائي كمان إن شاء الله ونحافظ على بطاقة أفريقية اللي خلناها في 2019 منتخبنا الوطني الأولمبي وده مصار حديث طول الوقت هل منتخب رائع مميز كبير عظيم في مواهب مش طبعية نقول كلام منطقي وزكي وهادي وفي حاجات فنية يعني منتخبنا الأولمبي الحالي منتخب جماعيا ممتاز جدا هايل فرديا ما فيهوش المواهم مثلا اللي كانت موجودة في 2019 العدد بتاع المواهب يعني احنا عندنا مواهب دلوقتي في المنتخب الأولمبي بس مش المنتخب اللي كان موجود في 2019 اللي كان فيه رمضان صبحي ومصطفى محمد وفتوح وإحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وعدد كبير من اللاعبين المميزين بس المنتخب ده فيه لعبين مميزين عدد معقول يعني وفيه الأهم أداء جماعي كبير المنتخب ده ما لعبش مباريات ودية كثيرة ما تجمعش كتير ميكالي نفسه ما بقلوش ثلاث شهور فالأمور اللي احنا بنعملها دلوقتي في كاسر الأمر أفكاته حتى 23 سنة ده إنجاز كبير جدا يحسب لفيتوريا وجهازه المعاون ويحسب لهؤلاء اللاعبين الرجالة اللي بيلعبوا بشرف وبيلعبوا بروعة وبيلعبوا بأداء حماسي كبير جدا ما فيش أي رعونة وما فيش أي كسر بتتكلم في تسع نقط في دور المجموعات سبع نقط في دور المجموعات انتصارين وتعادل ولما قلت تسع نقط عشان الطبيعي أنت كنت تكسب كمان المواجهة الأولى أمام النيجر اللي هو لسوق الحظ اللي كلمنا عنه كتير وخمس كرات في العرضة والقائمين فأنت عملت أداء ممتاز في دور المجموعات نكسب بكرة غينيا إن شاء الله نلعب الفاينة اللي غالبا هيكون المغرب يعني ونفوز بالبطولة تحية كبيرة لهذا المنتخب اللي شرفنا ونسانا بسرعة ما حدث من منتخب الشباب وما حدث من منتخب النشئين شكرا للمشاهدة